نحن ممكن أن نكون لك أنات فضائيا أخرى أحقر من نمال ونحال ولا شيء شايفينا كل شيء لا تريد أن تتصر معنا هذا هو البلان كانت غلباني هالفوت هذه هذه أحد المفارقات التي يسموها يعني أحد الحلول المقترحة لمفارقة فيرمي نحن قد نبدو لهم مجرد نمال لا جمع نملة مجرد نمال يقول أحد العلماء هل فكرنا يوما أن نتواصل مع النحل أو النمل؟ تواصل حقيقي يعني ما نمل ونحل ونحل بل كلام فارغ نحن نحن مهتمين بهذه الكائنات الحقيقة بالنسب لنا يعني نحن ممكن نكون لكائنات فضائيا أخرى أحقر من نمال ونحال ولا شيء شايفينا كل شيء لا تريد أن تتواصل معنا هذا هو البلان قال لك هذا كائنات غلباني هالفوت هذه يطيروا شوية حديد سموها جيم سوب بفرحانين وبهلل وهذا كل كلام فارغ احتمال هذا أحد المفارقات ما الذي يسموها يعني عفوا أحد الحلول المقترحة لمفارقة فيرمي أنريكو فيرمي عالم الفزاء الذرية النظرية الأمريكي من أصل إيطالي المسؤول رقم واحد عن بناء أول مفاعل ذري عنده حاجة يسمى مفارقة فيرمي فيرمي بارادوكس في موضوع الحياة العاقلة في الكون سنشرحها في المحاضرة إن شاء الله ونرى الأجوبة الخمسة أو الستة عن مفارقة فيرمي فإذن القرآن الكريم لا يخلو من مثل هذه الإشارات يعجبني وذكرت هذا قبل سنوات طويلة الإمام الفخر الرازي رضوان الله عليه في تفسيره الكبير مفاتيح الغيب حين قال وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء قدم السماء على الأرض لأنه إن تسنى لهم هروب فيكون في الأرض ثم إن فرض لهم يقول هذا عبارته ثم إن فرض لهم قدرة يعني أكبر وأزيد فيهربون إلي وين إلى السماء ومع ذلك يظلون أي في قبضة الله لا إله إله لكن الآية إشارة مرة أخرى أكثر من واضحة إلى أننا ماذا؟ أشبه بالوعد هذه سنستعمر ماذا؟ السماء سنستعمر الكواكب الخارجية وتدعمها آية الجاثية سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا من كل مدى مسخر سيأتي اليوم أستفيد منه وأرتفقه كما أن الجمال والشياه والمعز والأبقار مسخر واستفدت منه وكما الأرض مسخر واستفدت وفجرت الجبال وشققت المحيط أيضا وبنيت في المحيط وبلغت المحيط ممكن أيضا أنني أستعمر وأستثمر وأرتفق السماوات ألا يسجده الله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض قال لك الخبأ شيء مخبوء هناك يخرج لأنه يخرج هنا يخرج النبات والخبأ هنا النبات لأنه يكون دائماً مخبوءاً في البداية ثم يبزغ من الأرض إذا هنا الخبأ هو النبات أو يحتمل أن يكون معناه النبات وفيه خبأ في السماوات معناها في أنواع نباتات في السماوات إشارة كمان كثير قرآن مليئة قرآن عجيب لما تغلغل في النظر مليئ بالإشارات التي ممكن تؤشر إلى وجود حياة في كواكب وفي عوالم أخرى اللهم أعلمنا ما ينفعنا أقول قولي هذا وأستغفر الله أريدكم فاستغفروا الحمد لله الحمد لله الذي يقبر التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا اللهم أعلمنا ما ينفعنا وأنفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقه ورشدا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا مفاتيح الخير مغاليق للشر اهدنا واهد بنا اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك نحب بحبك من أحبك ونعادي بعدوتك من خالفك اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد عليك التفلان وبك المستغاث وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا اجزهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات مغفرة ورضوانا واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات بفضلك ورحمتك إنك سميع قريب مجيب الدعوات ربنا لا تزو قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم حبِّب إلينا الإيمان وزيِّنه في قلوبنا وكرِّ إلينا الكفر والحسوق والعصيان واجعلنا من الرشدين اللهم من أحيته منا فأحيه على الإسلام ومن أمته منا فأمته على الإسلام والإيمان حق لا إله إلا الله وحته لا شريك له عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القرباء وينهى عن الفحشاء والممكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فستذكرون ما أقولكم وأفوض أمر إلى الله والله بصير بالعباد وأخير من السلام